انا انتقل معكم الى اسواق المال الاماراتية حيث اغلق السوق بضبيا المال منخفضا بنسبة بلغت 16% ليغلق عند مستوى 9255 نقطة تدولات بلغت قيمتها الاجمالية 934 مليون من اصل 69 شركة تم تداول اسهمها اليوم ارتفعت اسهم 20 شركة بينما انخفضت اسهم 22 شركة ابقت 27 شركة على ثبات اما على صعيد الاسهم المرتفعة زاد سهم اسمنت الخليج بنسبة بلغت 7.89% ليغلق عند 41 فلسنة فيما ارتفع السهم فينكس جروب PLC بنسبة 3.88% ليغلق عند الدرهمين و 14 فلسنة كما اغلق السهم بنك ملقين الوطني مرتفعا نسبة بلغت 2.63% ليغلق عند الدرهمين و 95 فلسنة شهدين انخفض السهم شركة اريد بنسبة بلغت 7.50% ليغلق عند 11 درهمين و 10 فلسنة اما في سوق دبي المالي فقد اغلق المؤشر العام على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 5 من 100% عند مستوى 4.248 نقطة تدولات بلغت قيمتها الاجمالية 324 مليون درهم ومن اصل 35 شركة تم تدول اسهمها اليوم ارتفعت اسهم 6 شركات بينما انخفضت اسهم 22 شركة بقت 7 شركات على ثبات وارتفع سهم مصر فالسلام السودان بنسبة بلغت 7.21% ليغلق عند مستوى 90 فلسنة وارتفع سهم شركة وطنية انترناشنال القابدة بنسبة بلغت 6% ليغلق عند مستوى 61 فلسنة ايضا ان ارتفع سهم شركة تيكوم بنسبة بلغت 2.58% عند مستوى درهمين و 78 فلسنة بينما اغلق السهم الدبي الاسلامية للتأمين واعادة التأمين منخفضا بنسبة بلغت 9.82% عند 45 فلسنة دكتور ما رأيت حضرتك للسوق ابو ظبي المالي؟ سوق ابو ظبي بالمناسبة احنا كان يوم 12.01 كان موصل المؤشر واغلق عند 9.791 يوم 12.01 بالمناسبة كنا بنقول ان سوق ابو ظبي هيتحرك لان هو بيحترم جدا التحليل الفني ونقطة الدعم ونقطة المقاومة في سوق ابو ظبي بالظبط وانا عاوز اقول لحضرائك ان نهاردة مفاجأة حلوة للمشاهدين في سوق ابو ظبي هزبط له حاجة ان السوق فعلا بيمشي بالتحليل الفني وسوق بين كوسين قفئي جدا حتى لو هو يعني على غير العادة ان هو بنخفض تعالي حضرائك يوم 12.01 وصل لغاية مستهدف 9.791 وكان نقطة قوية اللي احنا بنقول بالمناسبة ان هو النهاردة اغلق طبعا على انخفاض وصل لنقطة المفروض ان هو يتحرك من 9.800 للعشر تلاف ولكن بدأ ينخفض يوم 27.01 بدأ يرتد نوعا ما من نقطة 9.236 النهاردة بالمناسبة هو وصل لغاية 9.236 وصل بالفعل 9.336 وماقدرش يكسرها فبدأ حجم الاتنين لما هو فعلا هيبدأ يتخطى هذه النقطة 9.336 او يكسرها احنا قلنا في 12.01 ان هو ماقدرش يكسر 9.800 اللي هي كان اتحرك فيها من 9.800 للعشر تلاف النهاردة 9.336 لو المستثمر في اسواق الامارات ينزل للنقطة ديت ان هو نقطة حيوية جدا طبعا انشرت نظام المالي بيظهر هيبدأ ان هو عند 9.336 ماقدرش ان هو يكسرها لأعلى فبدأ ينخفض وهيجرب عند 9.325 اللي اغلق عليها اليوم احنا عندنا نقطة تانية في شهر 7 في 13.7 20.23 جاب بالفعل 9.325 وبدأ ان هو يكسر النقطة ديت لـ 9.160 اذا جلسة بكرة جلسة محورية لسوق ابو ظبي هل هو هيبدأ يرتفع ويرتد من 9.25 ويبدأ يرتفع تاني ويجرب عند 9.300 وتسعة تلاف وربعمية ولا هيبدأ ينخفض اسفل النقطة اللي جابها اليوم 13.7 20.23 تعالي نشوف سوق ابو ظبي النهاردة على الرغم ان هو انخفض انخفاض يعني ما كنتش متوقعه بس لو بصنا لأسعار النفط النهاردة اللي مرتبط به ارتباط كان أسعار النفط برضا انخفضت لان فيه قرار من الامريكا النهاردة في ارتفاع مخزون النفط الامريكي لـ 2.4 مليار برميل وده طبعا بيؤثر عمليات قرارات أوبك بلس بتخفيض ما يقارب من 2.2 مليون برميل يوميا وبالتالي دي قرارات ممكن تأثر على سعار النفط وتأثر على أسواق الخالجية تعالي نرجع للسوق ابو ظبي زي ما نقولت حضرائي كيبقى بكرة قرار او نقطة جوهرية لسوق ابو ظبي لو كسر الـ 9.360 هنشهد انخفاض لغاية 9.3 لو ارتد منها هيتحرك الحركة العرضية بتاعته تعالي نشوف الكطاعات النهاردة بالمناسبة يعني أول في عجلة الكطاعات الكطاع العقاري بقيادة الدار العقارية النهاردة كان نوعا ما فيها ارتفاع حوالي 7 من 10% اشراك العقارية النهاردة كانت في حالة من حالات السباب ولكن كان الكطاع الأميز النهاردة كطاع النفط اه طبعا دكتور محمد هل تمسح بالشراء في سوق ابو ظبي المالي؟ اه طبعا يا فندم لاني زي ما نقولت لحضرائيك انا لو انا مستثمر هفكر في سوق ابو ظبي لاني فيه حالة من حالات الستيبل والاستقرار وبيحترم المقاومات والدعوم اذا احترام للمقاومات والدعوم دي من القرارات الكبيرة جدا للمستثمر انه هو يفكر فيها يبقى ده سوق قف انه هو بيحترم من الدعوم والمقاومات القاصة به من سوق هوائي او عشوائي بينخفض انخفضات كبيرة مالوش خطة او عنده خطة او سيستم او عنده خطة بالاضافة ان انت عندك سوق ابو ظبي عامل نوع من انواع احجام التداول الكبيرة جدا بالاضافة ان هو سوق البرصة الخاصة به فيه نوع من انواع التطوير والابتكار المستمر والازدواج مع البرصات الاخرى اذا يبقى سوق ينقصه فقط التوجه والسيولة اليه انا اعتقد الفترة القادمة ان المفترض ان سوق ابو ظبي يبقى فيه نوع من انواع التطوير الكبيرة خاصة ان سوق دبي اللي هو اغلق النواردة برضك عند الاربع تلاف ومتين وانا شايف ان هو اربع تلاف ميتين تمانية واربعين ان فيه اكتتاب باركين وده اكتتاب قوي جدا اذا انا بنزل لسوق ابو ظبي ان هو حتى الان ما فيش اي اكتتابات لابد ان يبقى فيه دماء جديدة فيه شركات جديدة لسوق ابو ظبي واحنا نشوف ان ممكن سوق ابو ظبي يرتفع لان انا شايف ان مستوى فوق اعلى لعشرة تلاف نوع